وقبضنا على الشاب في جواله 1430 رسالة 1430 رسالة يا أخو العلاقات اللي له مع البنات قرابة 46 فتات يتراوحا ما بين عجوز هم 45 وهم 50 سنة يوالله إلى فتاة عمرها 17 سنة حتى أن بعض البنات حملت منه سفاح وأجهب حملها فأنا أقول فيه مناس يا أخوان يصطادون بالماء العكب هذه المرأة الكبيرة لما اتصلت عليها وذكرتها بالله جل وعلا بدأت تبكي بكا يا أخوان صوتها بصوت الصغيرة فقالت أنا عمري قرابة أتناوش 50 سنة كيف يأمر بتقيم في هذا الأمر؟ قالت الشيطان وبعد زوجي عني وبعد أولادي عني ما عندها أحد ما مننا يا شباب عضي مع مو كلمة طيبة عضي مع عمل طيبة يعوض عم على الكلام الطيب يا أخوان من الأفع discovery ن shrine أني أرى لأختي وأمي الكلام الحسن اللطيف يا أخوان وهو السائل بيننا التذكري الناس لم يمنع أن أتكر çñ أترك контрعبات هذه العبرات ما current لا أنا أكتب عبارة من إنشائي أنا أختيم أو عمل كم أنا معجب بأخلاقك كم أنا معجب بأدابك كم أنا معجب بكلف كم أنا أرى بك كار عارتين هم ترسله، أرسله، أرسل لأمك، لمدح أمك، يقول الله أنت أمه مزيونه، وأنت أمه ممثلت، ما شاء الله، والله توقع أمي ما يدقز يمنز، وما يمنع، أنا أقول الرجل لا بد، أو الشاب لا بد أن يستشعر أنه جزء في هذا المجتمع، وجزء في أصلاح هذا المجتمع، أختم بهذه النقطة، وهي أن كثير من الشباب يعلم أن أصحابهم الاستراحة، لأهم علاقة ببنات، ويجبون، اليوم الصباح، الأخوان قروا على قضية، بنتين مع شابين في استراحة الضرعات الملكلية، والأهلهم ما يدرون، وزميلهم الثاني يدري عنهم، وجاي تنافض خايف أنهم يضفونوا الهيئة معهم، أو يضفونوا الهيئة معهم، وأقول له خسئت، إذا أنت خايف من الهيئة، ولا خفت من الله سبحانه وتعالى، ولا خفت على محال المسلمين، فأقول خسئت، والله أن ليس في قلبك، ليس في قلبك رحمة، أن تعلم أن زملاء الكلام يدخلون بناتاً بالاستراحة، وتسكت، وكثير من الشباب يأتي إلى مركز الهيئة، ويقول يا أخوان، زملاء الهيئة، يجهون بنتاً للإستراحة، وأنا أبلغكم من باب براءة الذمة، ولكن ليه شرط؟ أنكم تقفضونهم، تسترونهم، شرطي يا أخوان، ترى يا أخوان الهيئة، ما يكلبشونك، يقولك تعال، أنت حين علمتنا، لا تنقل على ما تعلمنا، هو بصحيف، لا، ما علق في ذمتنا شيء، ما علق في ذمتنا شيء، كذلك، إذا تعدد من شاب، زمين لك معاناك، يجب أنه معاناك، أسهل علاقات من بناتك، يذهب إلى مركز هاي أهل، وادخل على مدير التوعي والتوجيه، اسم على مدير التوعي والتوجيه في أي مركز من المركز، وأجلس معه، وأقول أنا، أريدك أن تأتي تنصح زملائي في الاستراحة، أريدك أن نصر مع الأخوان في التنمية، أبو حنان والشباب، ما يقصرون أنهم يأتون للمناصح زملائي هنا في الاستراحة، الشاهد، أني ما أسكت عن هذا الممكن، وإن سكت، فأنت مشاركنا، شكرا للمشاهدة